يعني ضيفي من جينيف يرى أن بوتين كانت نظرته سلبية بينما بايدن كانت نظرته إيجابية مراقبون كان يرون أن بايدن يسعى لتلميع صورته كمفاوض جيد في جينيف رغم تجديد البيت الأبيض على أنه لا يتوقع اختراقا لهذه القمة فهل نجح بايدن في ذلك؟ وهل هذا هو سر إيجابيته في هذه القمة؟ أهلا بحضرتك وأهلا بكل الضيوف الكرام وبالمشاهدين أينما كانوا في الواقع نظرتي العامة للقمة عامة هي فرصة لالتقاء وجها لوجه كما قال بايدن ويعبر كل من الطرفين عن المشكلات والخلافات التي يراها يسببها لها الطرف الآخر أعتقد أن جو بايدن عندما ذهب لهذا اللقاء كانت لديه خلفية كبيرة في تصوير بوتين على أنه قاتل وبأن روسيا تقوم بهجمات على الولايات المتحدة السيبرانية وتتدخل في الشأن الأمريكي والانتخابات واتهمه بأنه أيضا قاتل وأنه سيدفع الثمن كل هذه الأمور اختفت في هذا اللقاء يعني عندما جاء اللقاء وجها لوجه خرج بايدن بأنه توافق مع بوتين في عدد من الملفات واختلف معه في عدد من الملفات أي أنه في نهاية الإطار الاستهلاك الإعلامي للكلمات والتصريحات التي كان يقولها جو بايدن للداخل الأمريكي اليوم تختفي في هذا اللقاء المباشر مع بوتين بوتين هو بوتين لم يتغير تصريحاته قبل اللقاء هي تصريحاته بعد اللقاء ولكن من وجهة نظري بايدن تصريحاته قبل اللقاء شيء وبعد اللقاء شيء آخر يحاول تلميع نفسه أتفق تماما مع هذا الإطار وهذه الرؤية جو بايدن حتى في المؤتمر الصحفي قال ونبهته وحذرته وأكدت له يعني كلها استخدامات إعلامية أيضا لكن أنا أؤكد لك أن هذا لم يدور في الواقع هل كانت هناك يد عليا لأي من الطرفين في هذه القمة؟ أعتقد لم تكن هناك يد عليا هي الفكرة فقط هناك بوتين يتعامل بالمبدأ الروسي الواضح الفيرم الحاسم بايدن يتعامل بمبدأ الأشياء الإعلامي نوعا ما لديه تصريحات إعلامية قوية قبل اللقاء لديه بعض التصريحات في المؤتمر الصحفي الذي ألقاه الآن لكن الأمور ستتضح بكل تأكيد عندما تسير في الاتجاه الذي سنراه خلال الفترة القادمة هل عودة السفراء إلى الجانبين موسكو وواشنطن ستلعب دور في تهديئة هذه الأمور والخلافات ومن شأنها بناء جسور ثقة مرة أخرى بين الجانبين أم أننا سنبقى محل كسر كما يقال وتستمر الخلافات من وجهة نظري الشخصية أعتقد أن الخلافات ستستمر لقاء اليوم لم يتم فيه توقيع أي بروتوكولات حتى أن الجانبين عندما سئل بوتين هل دعوت بايدن إلى زيارة موسكو قال أنا لم أدعوه إلى زيارة موسكو وهو لم يدعوني إلى زيارة واشنطن أعتقد ستستمر الخلافات والتجاذبات نوعا ما بشكل أو بآخر لكن من الممكن القول أن اللقاء اليوم كان مهما أن يحدث حتى يخرج كل من الطرفين ما في جعبته وجها لوجه ويتحدث في كل الملفات الشائكة بما فيها الملفات التي تهمنا أيضا في منطقة الشرق الأوسط تحدثوا عن ليبيا وعن سوريا هذا ما أكد أيضا بايدن عندما قال بأنه وجها لوجه كان من الأهمية بمكان حتى لا يكون هناك سوء تقدير لما أريد أن أصرح به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر